الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد للمبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين اتباعوا الهوى من أصعب الأمراض التي تصيب القلب فتدمر حياة العبد بل تدمر أخرى قال تبارك وتعالى وهو يحدثنا عن يوم القيامة وصعوبته وما فيه فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى ظهر الجحيم يا رب من هم أهله قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا كان هواه في الدنيا لم ينظر إلى الآخرة فإن الجحيم هي المأوى كيف ننجو منه يا ربنا قال وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى نَهَاهَا عَمَّا تُرِيدُ مِنَ الظُّلْمِ وَعَمَّا تُرِيدُ مِنْ مُحَرَّمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اتباع الهوى مهلك لصاحبه حيث يدمر دنيا أهل الهوى أهل الكراهية من الناس لأن أهل الهوى لا يرون إلا أنفسهم ولا يريدون إلا ما هو لمصلحتهم ولو على حساب غيرهم ينظرون إلى الغير بالاستحقار والتكبر والتجبر ولذلك دمروا دنياهم وفوق كل ذلك عند الله دمروا آخرتهم قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه ثلاث مدمرات ومنها أن يتبع الإنسان هوى فلا يرى ما أمره الله به ولا ما نهاه عنه لا يرى شيئا صوابا إلا ما أرادته نفسه وبالتالي لا يقدم إلا نفسه ولو على حساب غيره دمار اتباع الهوى وصل لأبعد المراحل بأصحابه كما سجل لنا القرآن وصل بقوم إلى أن يكذبوا أصدق خلق الله أن يقولوا للأنبياء أنتم كاذبون بل وصل بهم شناعته بل وصل بهم شناعته إلى أن اعتدوا على غيرهم بالقتل قتلوا الأنبياء سر وراء كل ذلك اتباع الهوى قال جل وعلا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا ضماره وشناعته لا حدود لها حتى تفسد السماء والأرض ومن فيهم قال تبارك وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم مرض شديد نعوذ بالله منه ولذلك نادى الله على حبيبه داود فقال له في القرآن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فيأخذك بعيدا عن طريق الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوي يوم الحساب كذلك ينادي الله على أحبابه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط كونوا قوامين لله شهداء بالقسط فلا تتبعوا أهواءكم بل كونوا مع الحق وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ثم يخبرنا تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فكن عبدا ربانيا ولا تتبع هواك لا تتبع الهوى الذي يصل بالبعض من شدة المرض إلى أن يعبده من دون الله هناك من يعبدون هواهم ولا يرون إلا آراءهم وأن غيرهم على خطأ ولا مجال لهم قال تبارك وتعالى عنهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مبينا له على متى تكذب هؤلاء متى كذبوه قال له فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أي ما وقف بينهم وبين أنوارك إلا اتباع الهوى نعوذ بالله جل وعلا من هذا المرض ونسأله أن يرضينا وأن يرضى عنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين